اشتركوا في القناة تاريخ حافل على مختلف الأسعاد والمخرج فادي حداد علقته بنوال الزغبة وزوج وصوف وأسرار وراء الكواليس مع فنانيسا في الأول رجل نزر الدين أهلا وسهلا فيك معنا اليوم مرسي أهلا وسهلا فيك باش مهندس يعني كنا تياريت بقيت بدي أقول لك شو جابك يعني من باش مهندس شو جابك على الصحافة والأعلام يعني أنا من أنا وصغيري بحب الراديو بحب التلفزيون بحب العالم الفن والصحافة فإذا بدك يعني هي بالفترة موجودة فيي هي صارت مهنة بعدين بس بالأساس هي مثل هواية عندي التيارات بعدني بتندم لا لا أكيد لا ما كان أحسن تبقى لا أنا أنا مبسوط بمحل ما وصلت بعرف أنه هلأ يمكن بهاي الفترة فيه فترة غياب مثل مثل كثير من الإعلاميين بطباق شو بده أحد يطلع يحكي مية بالمية ويمكن نقلين اللي اللي عم يطلعوا يحكوا كتير عم يفوتوا بالحيد بمحلات معينة لأنه اليوم الإدعاء الكثير والفلسفة كتير بتأذي الإنسان ما بتحطه على الطريق الصحيح يعني راجل قبل ما نحكي عن إنجازاتك على مدى هسنين لأنه كمان عملت برامج كتير حلوة أنا أكيد أنه الصعوبات اللي واجهتها بطفولتك خلتك تكون رجل عصامي بتحب التحدي يمكن معك حق يمكن قرين أنت من أكتر الناس اللي بيعرفوا شخصيتي يمكن كمان هيك اليوم دعيتيني على برنامجك أنا بتذكر بديون مشاهير يمكن بتذكرك إليك الوحيدة نزلت لعندي وتأثرت كتير برسك 100% تأثرت كتير أنا حتى بعد مطبوعة بذكرتي وعم ذكرك فيها أنا اليوم لا ما نسيتها يمكن آه لأنه اللي منشوفه على التالي أوقات كتير لعالم ما بتعرف شو هو الشخص صح مضبوط يعني أنا يمكن طفولتي ما كانت هالقد حلوي بس ما كانت بشعة بمحلات معينة الله يطولي بعمر الوالدي موجودة في رأسنا وكانت هي البي والأم كانت هي البي والأم لألنا هاي توفى بيك بالحرب اللبنانية صح وبعدنا لهلأ يعني نحن لكي من قيمتها توفى الوالد وبعدنا لهلأ بالحرب وما تغير شي يعني أوقات بحكي معه بقوله أنه ما راح عليك شي بعد 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 ما تركتنا ما تركتنا لسوق الحظ مية بالمية يعني الوالد توفى أنا كان عملي سنتين أو سنتين ونص والوالدي وإما تريد أن تحطك داخلي بمدرسة داخلي صح لا تلات عشر سنة تلات عشر سنة مش هيني قدي بس هدي قاليني يمكن الأيام يمكن كنت قول أسوأ أيام حياتي بس نحن اليوم عم نعيش أسوأ أيام حياتنا بقولها هيدك أيام حلوة كانت بتحس أنه صعبه أنك كنت تبعد عن أمك وعن إخواتك بهالفترة مع أنه أنت كنت صغير كمان كنت أنا وأخواتي ما كنت لوحدة كنت عم تشوفهم؟ أكيد ما كنا أنا وأخواتي مع بعض بالمدرسة الداخلة ما كنت أنا لوحدة أكيد يعني كانوا معي إحنا أربع شباب وبنتين الوالدة فضلت أنه البنات يضلوا معها بالبيت والشباب يكونوا بالمدرسة الداخلة وابقيت تلات عشر سنة العمر بيمرق العمر غفلة بس يوم من الأيام لم تلق أمك؟ أوقات آه بس أنه هلأ خلص يعني هلأ ما بقى ما بقى بلومة هلأ بشكرها مئة مرة أنه عصلا يمكن لو ما حطتني بمدرسة الداخلة يمكن ما كنت تعلمت يمكن ما رجعت طلعت ورفت سنوية ورحت جامعة ورحت يمكن كلهم ما كنت عملتهم لو ما هي أسة قلبة بمحلات معي أكيد لأنه مش هيني يعني أم لحالة ربي ستة أولاد ويمكن برأيي أنا المدرسة الداخلة خلتك أنك تطلع قد حالك ما تروح بمطارح يمكن أنت مبدأك رفيع مضبوط قالين تعفي لأنه مانا هيني أنه تترمى السيدة وعمرة بعدها واحدة وثلاثين سنة وعندها ستة أولاد فيمكن من بعد ما صرت استوعب وافهم هي لاي عملت هيك أنا وبالمدرسة الداخلة يعني صرت تقول أنا الله يعطيها القوة لأنه هي كانت عم تتحمل إذا بدك أكتر لأنه أول شيء عم تتحمل نحن مش موجودين معها ويمكن عم تحس حالة وعم تحس حالة وهي دائما بتقلي أنه كانت تحس حالة مزن به من فترة يمكن تصالحت مع حالة بتقلي أنا لو ما حطيتكن بمدرسة داخلية ما بعرف شو كنتو عملتو أو شو كنتو طلعتو يعني بدنا نواجه لها تحية وإلا يخلي لك إيها يارب كان بدايتك بالجرس صح مع السيدة نضال الأحمدية كمان نحن نواجه لها تحية أكيد ست نضال كمان عليك أو ما بقى تقول أنه أنا أنت بلشت من عندي فأنا بقولها دائما أنه أنا أجمالا بطبيعتي أنا إنسان وفي يعني أنا بلشت بالجرس رجعت على أوتي في رجعت على الأل بي سي رجعت على أم تي في صوت الغد رجعت فلاك من صوت الغد رحت على جرس سكوب رجعت على صوت الغد يعني إذا بدك نقلت مية بالمية فرحنا عم نحكي أنه بداياتك وين كانت بالجرس فأنا بحس أنه بكل بكل لكل محطة إلى بقلبي شي هني ما طلعوا معي أو فيها كلهم صح بس أنا بحس حالي وفي كنت لكل محطة كنت فيها بس كل محطة تغدروا براجة مصر الدين أف ليه يعني يعني ما بعرف بمحلات بحس أنه أنا كنت هلأد عم بعطي من قلبي يعني هلأد بمحلات كنت أنا ما أاخد مساري إذا بد ما أاخد تعبي لأنه بدي أشتغل وبحب هاي المهنة وبحب أنه أعطي من قلبي بحس أنه تخلوا عني بمحلات يمكن الظروف يمكن يمكن رجا أنت قالت أنه كنت بتلاقي بتلاقي بالتلافيزيون وبالإزاعة ويمتقي حالك أكتر أنا ما كنت حب الإزاعة صراحة ليه ما بعرف أنا كنت حس أنه مش أنا بالإزاعة لحدنا بلشت بصوت الغد أول سنة ثاني سنة ومشيت 12 سنة بصوت الغد يعني هلأ أنا بحب كتير الإزاعة وهلأ أرجعت على أم بي سي مش من كتير كنت بدبي أنا صلي تقريبا شي 15 يوم جيت بإجتماعات مع سيزياد حمزة ومع أماني موسى وعم نحضر لشي كتير حلو برنامج إزاعي إذا الله أراد ومش بس إزاعي بودكاست إزاعي ونفس الوقت في شي للتليفزيون فعم نحضر أنا وياهن ومشاء الله خير الله يوفق الكله يوفقني أكيد مثل العادة دايماً هيك في مفاجآت عنا نحنا بالمبي سي راديوز مفاجأتنا اليوم مع صديقي العزيز حبيب القلبي الإعلامي راجعنا الصديم راجع عندك علاقة خاصة بالممثلة حبيبة قلبنا نادين الراسي بوقت الأوقات كمان صار في كتير تساؤلات عن هالعلاقة إنه تزوزنا وطلقنا شو صار هالعلاقة يلي داي يعني قديمة وبعدها مستمرة خصوصاً إنه بهالوسط حتى إنه منكن تنيناتكم بوسط فنة بس كمان وسط العلامة والفنة ما بتحس فيها الصداقات اللي بتبقى والصداقات المتينة قريم بمحلات في ناس نحنا بنختارهم في ناس إنه بيختارونا نادين هي خطرتني يكون صديق لقلا وهي دايما بتقول هيدا الشي هي خطرتني يكون أنا صديق لقلا وأنا كنت وفي لقلا بكل هالسنين اللي صداقتنا ولازالي صداقتنا لليوم ونادين أمرأة متحررة إذا بدك واجهت كتير من الظروف الصعبة انكسرت بمحلات بمحلات إنه أنا حس إنه لازم كون حدها لازم ما أتركها لازم ما أتخلى عنها لازم قوية وبهذه المرحلة اللي كانت عم تقطع فيها كنت أنا وياها مع بعض وستمرت صداقتنا يعني يمكن تتعرفيها لنا دين وتتعرف عليها أكتر عن قرب بتحس إذا هي إنساني طيبة وطيبتها وصلتها يمكن لمحلات ما لازم تكون فيها هي بعرفة قلبها كتير طيب وعفوية واللي بقلبها على لسانها يمكن هيدا الشيء يعني أثر بطريقة يعني هلأ تغيرت إذا بتلتقي اليوم بنادين بتلاقيها إنساني تانية غير نادين اللي كنت تعرف فيها قبل يمكن الحياة عم تخلينا نتعلم أو عم تخلينا نقصة أو ما بعرف ما بعرف يمكن هاي الظروف الحياة شوي عم تخلينا نكون عم نعرف حالنا أكتر رجا أنت مختلف بإعدادك لبرامجك وبطريقة تقديمك وحوارك مع الجوف هيدا السقة بالنفس هيدا يعني بتحسها سقة بالنفس الزيادة أو أنت صديق لا هي بس قدام الكاميرا بتكون هيدا السقة بالنفس الزيادة إذا بدك أنا إنسان بس يصير في كاميرا بصير غير شخص وخاصة إذا عام برنامجي بدي تطلع الحلقة حلوة فمعكي حق بالإعداد يمكن أنا ما بسمح لحدا أوقاتي يفرض عليش بدي أقول أنا بحب أخذ سؤالي من جواب الضيف يمكن هيدا اللي بيميزني شوي عن غيري من الأساتزي الكتار الموجودين اليوم على الشاشة ما بحب أنه حدا يفرض علي يسأل هيدا السؤال أو لا بحب يكون الضيف بحب يكون عفوي وصريح ولو بيصير أوقات بيني وبينه هيدا النفور أو للضيف بس بيكون صدقيلة لمصلحة الضيف يعني أنا مش من النوع اللي بحب أجي وأقذي أي ضيف موجود معنا بحب يطلع الأصص اللي عم يتهم فيها أو الأصص اللي عم بيحطوها فيه بطريقة يطلع بطريقة من الحلقة نظيف ومرتاح ومانا ما بتحب تستفز الضيف لحتى تاخد سكوب لا لا بحب بيستفز الضيف بس بيستفز من وراء بس بطريقة مش مئزية لحتى لأنه في كتير بيحبوا يستفزوا تجوفهم لحتى ياخدوا منه سكوب أنا هولا عملناهم هول حلقات والهول برامج عملناهم من عشر سنين إذا بدك يعني من وقت برنامج المتهم اللي كان على البي سي آي يمكن من سبع سنين أو من ست سنين تقريبا وجهنا المكتب الثاني على الام تي في يعني هول برامج إذا بدك خلص انعملت والعالم اليوم بدك شي هيك مهضوم شي حلو شي تتسلى فيه مش كله أجراسيف أجراسيف والعالم تضلع طول قاعد ببيته الواحد مش مستنفر هيدا الضيف شو بدي يصير فيه هيدا الضيف رح يفل هيدا الضيف رح يبكي أنه خلص خلص مزبوط رجاشي مرة حوارت شخص أنت بتختلف معه بالحياة العادية وعملت معه حلقة أكيد يعني إلا ما يمر ضيف أنه أنا بكون مختلف معه بالحياة العادية مش كله ضيوف الأجازم اللي بدي أستقبلهم أنا بالنوع ما بكره حدا تفصل؟ بفصل يعني ما بكره حدا وبنفس الوقت عودت حالي ما أتعلق كتير بحدا يعني حتى لو كان ضيف لو كان صديق لو كان شو ما كان بالحياة بفصل يعني في ناس في ضيوف مثلا بوقتها يمكن ما كنت كتير برتاح أنه استضيفا بس أنه كانوا مادة دسمة كان لازم أنه يكونوا ضيوفا ما بجرب مثلا أنه هيدا أنا ما كتير باتفق معه بسأله أسئلة هيك لا لا بقيني حم بمزح حم بمزح ما عندي إياها يعني بس أنه قالين تعفى ماكي حق يعني في ناس أنه إيه أنه هيدا ضيف بس أنا ما بحبه بدي خلي العالم تكرهه مثل ما أنا بكرهه أو مثلا طلع منه شي بشع هيك للعالم ما تحبه لا لا أنا ما عندي ولا مرة فكرت بهذه الطريقة بيانت أنا الشغيرة ولا مرة فكرت بهذه الطريقة تعتبر حالك الأول أو من الأوائل لا أنا دايما بحب كون الثاني والثالث والرابع لا هلش يوم من الأيام يصير الأول بالحياة دايما بحب كون الثاني والثالث والرابع والعشر حلو التواضع صدقيني مش عم بتواضع يعني اليوم تخيل إجع بليك أنا الأول اليوم على التليف لا أنا مش عم بقول أنه أنت نمبر وان عم بقول أنه أنت من الأوائل يلي عملت البرامج الحوارية بتعتبر حالك أكيد من بعد من بعد توني خليفة أستاذ توني خليفة بحس أنه أنا من الناس من 13 سنة أو من 14 سنة عم بتحكي أنه بلشنا بهيدا النوع من البرامج بس أنه كان أكيد الأول أستاذ توني خليفة اللي بلش بهيدا لمن يجرؤ وساعة بقرب الحبيب وبرامج كتيري وخاصة لمن يجرؤ يعني هذا اللي كان البرنامج إذا بدك الانطبع ونحن برامجنا أصلا تاب على هذا البرنامج بمحلات معينة مين بتحس الأول عربيا قال على الام تي في لأنه هو الوحيد اللي عم بقدم معلومة عم نستفاد منها كمان نحن بنواجه له تحية لعلباريا اللي صار برات لبنان بيجي بس بيصور و بيرجع بيستفاد موفق بكل خطوة بيعملها بس أنا بحس أنه هو الوحيد اللي عم بيستفاد منها مثلا بقال حضرت حلقة ما كنت بعرف أنه تركيا فيه 3% منها بأوروبا مثلا مع احترامي لكل الموجودين اليوم على الشاشات اللبنانية والعربية بس أنه ما حدا عم بقدم لي شي جديد بغير آل هو اللي عم بحس أنه هو عم بيعمل هو الناي نفع كمان بدي وجهه لتحييل أنه عم أعداد عم بيكون رديوزر كمان رجل شو مشاريعك المستقبلية برنامج عم تحضر له برنامج عم تحضر له برنامج عم تحضر له أكيد بس في قم بدي نوه بشغلي بس كمان عندي الأستاذ مصطفى آغا كتير من الأعلميين اللي أنا بحبهم من الأعلميين اللي بس كنت بدبي أعطاني زبدك اليوم مشكل شي مديات المعنويات كتير مهمة أعطاني معنويات كتير قوية ويمكن بالفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا أنا وياه من خلال بس هالكلمتين يمكن اللي قالهم أو اللي أنا قلت له إياهن ما بتعرف أدا كان فيه ردود أفعال قليل فبدي أجله تحية كمان وهو كمان الأعلميين اللي منشاف الحال فيهم واليوم عم يتخانق ومين بدي يطلع ببرنامجه صراحة صدر ملعب عم يتخانق ومين بدي يطلعه وناجح مين بدي يطلع بهذا البرنامج اليوم بس يكون فيها الأد عندك ديوف بدون هني يجي يرقدوا لأي يطلعوا معك خلاص أنت بتحسي أنه لأنه بيطلعك الطريقة حلوة مية بالمية ليك تعرف راجعك تعم تقول أنه الكلمة الثانية اللي قال لك يهون هنا مهمين أنا برأيي مش كل شيء مادة هي الواحد القصص المعنوية اللي بتعطيك ثقة بحالك اللي بتخليك تحب حالك هي أهم كتير من المادة مية بالمية أنا أجمالة من الناس اللي بيحبوا حالهم كتير يعني إذا ما حبيت حالي ما رح أعطي حب لحدا بالنتيجة يعني هيدا الحيات أنا علمت حالي كيف بدي يكون عندي هيدا الهدوء بيني بين رجع ورجع سلام الداخلي سلام لأنه صلوا بدوا وقت بس واحد يوصل لهيدا الشيء صدقيني بيرتاح كتير شو بك تخبرنا عن برنامجك الجديد اللي عم تحضر له مختلف كمان شوي على الاس بي آي أصدق مظبوط برنامجي هو معي بالحلقات باسم البرنامج من بيروت معي حبيب بو عنطون ومازن غنام هو برنامج تحدي بين ضيف وفنان بين فنان وحبيب زجل رديات بين بعض شيء انترتيمنت مهضوم عم بطلع شوي من اللي أنا بقدمه بالأساس يعني اللي هو دايما هالحوارات الكبيرة بعتقد أنه استضفت اللي بدي استضيفهم ما بدي أرجع كرر حالي ميت مرة وارجع استضيف نفس الأشخاص ونفس الناس ومسح جوخ لهيدا واتعب من هون لأ بتصدقيني بس بلشت تصور قلين ما معي حدا يتصل بالفنانين لحتى يكونوا ضيوفي كنت أنا عم بعمل كل شيء وما في ولا حدا ولا ضيف غير ما قالي رجع تكرم عينك عنده ساق فيك وبيع فوق وبلا ما نحضر يعني بعد برنامج من عارض أصلا فهيدا برنامج الجديد وعندي أكيد مثل ما قلتلك بدباي مع استاذيات حمزة ومع أماني صديقة أماني موسى كمان كمان التحضيرات بشباط إذا أراد لازم يكون بلشت بتمني لك لتوفي وما بدنا تروح عدباي وما ترجع بدك تروح عدباي تصور وترجع كمان تدلك هون بشكرك كتير أنا رجل أنك ضيفة وهيك بنبسط بس أقعد أحكي معك بمشوفك كتير أنا من الناس اللي أصلا قلين ما مش كتير بدي أرجع من الناس اللي بيحبوك متابعك على السوشيال ميديا بنبسط بصورك بنبسط بمقابلاتك هيك بحاجة اليوم لناس هلقد كلاس ومرتبين يكونوا موجودين على الشاشة لأنه عم نفتقد للأسف عمنا مفتقدين بطل في عنا هالوجوه يعني أنت عنجاد بتذكريني بقابل طيف العالمية الكبيرة شكرا عنجاد فيك يا أصلا في شبه بينك وبينها وعندك الرقيق اللي عندها يا ومش حاش بدنا أكتر من هيك مرسي كتير لألي أنا بحكي كتير أبدا أبدا مرسي شكرا شكرا لألي شكرا لألي شكرا لألي شكرا لألي شكرا لألي شكرا لألي كنت ملكة جمال لبنان موزيعة بتمثلي وانت كمان ميك أوفر كونسلتونت نجحت بكل المجالات حمد الله بس وين بتلاقي حاليك أكتر أول شي بدي أشكريك أنه أنا موجودة معك اليوم ها واحد اتنين أنا ما طلعت ملكة جمال لبنان طلعت ملكة جمال بيو سي بس رح قلك ليه في هيدا اللغتي اللي مش بس أنت بتعملي لأنه أنا وصاوسان السيد كنا نقدم اللوتو اللبناني أول ما طلع اللوتو مضبوط صاوسان طلعت ميس لبنان وأنا جامعة ميس جامعة بيو سي لا بس أنه يالي صارت قلقي وقتها هلأ وين بلاقي حالي إذا بتلاحظي كل المجالات اللي اشتغلتون كلهم مترابطين هي علاقتي مع الناس حتى الناس اللي عبر الشاشة أو الناس اللي عم بعمل معهم ميك أوفر أو هلأ بالتمثيل فتيفي إز ماي بيبي يعني شو ما قلنا التيفي هو المطرح اللي أنا بحس حالي موجودة الكاميرا بعشقة بحبها وهي بحبك والله هيدا العلاقة اللي بتكون مع الكاميرا كتير مهمة فسائبة أنه بكل اللي عم بعملون في كاميرا ترجعي على التالي ترجعي على الكاميرا بس هلأ أنه عم مستيل وعملت كمان بحب الموفيز يمكن أكتر من السيريز وإجاني تشانس أنه مستيل إخد أدوار بثلاثة فلومة لهلأ وبمسلسل برداني أنا بسطفة برداني أنا بسطفة إت موفي مع كارول سميحة برداني أنا مسلسل تيفي أول واحد اشتغلت معه في ليب على تنجي بفيلم لسن هلأ خلصنا صورت كان عندي دور بفيلم لبناني بس فيه كو بردكشن فرنسيوي فيه مسلين فرنسيوي حلو إيه إتوا سومثين دور منه البرنسيبال ولا الشي بهمك دور البطولة؟ لا أبدا ولا بهمك شو الدور يلي منعطل إليك الدور طبعا لأنه هيدا المسلسل اللي عم بلعبه هلأ صحيح دور أساسي من الأدوار الأساسية بالمسلسل بس أنا حبيت الشخصية اللي عم بلعبها كان كل عمري حب ألعب شي ما بيشبهن فينا نحكي شوي عن الشخصية شو هي؟ الشخصية إيه فينا نحكي بلا منسمي طبعا الشخصية هي امرأة شوي مستبدة تتوفي فيه بس في عندها لوصلت لهون في عندها قصص تانية في قصص صارت معها بحياتي خالتها توصل لها هيدا الشخصية بكتير محل ما بتشبهني خالص وهيدا هون التحدي كي بالنسبة لها إليه فحبيت كتير الشخصية صدقيني دور البطولي منه أساسي بس بديك تلعب دور أنت تعملي هيدا المسلسلة اللي عم تعمليه مع مروى جروب؟ مع مروى جروب فدائما الناس مثل ما بيقول في لي بارلقتانجي ما بحياتك تقولي بوتي رول ما بيش اسمه دور صغير في أنت كيف تلعب الدور فهون أنا بشكر مروى حداد لأنه بالنهاية أنا بني ممثلة أنا بالفطرة وهم بيخد أكتين كورسز مع توني أشأل لأنه أنا بيخد شغلتي بس أنا ما بيخد حالي سيريس لعى شخصي أنا بحب بعيش عادي بس تعفيه يمكن هيك لأنه يمكن هيك بتنجحي لأنه بتدلك على طبيعتك حتى بالتمثيل أنه أنا حضرت برداني أنا كنت صديقتها لنهلة اللي هي كتا عم تظهر مع حدا كتير أصغر منا بس كنت كتير طبيعية يعني كنت كأنه حدا قاعد يعني ما حسنيك عم تمثلي كأنه اتنين أصحاب قاعدين عم ينصحوا بعضهم ياللي القصص اللي بتصير معنا بالأيام العادية صح هون الفضل بيرجع لنهلة لأنه كان أول مرة بعمل مسلسل يعني تصور قاعدت على الكرسي مش عارفة شو بديت طلع طلع هون يعني عرفتين ما كنت عارفة شي ليس عادني أكيد أنه نحن اللي نشتغل على الكاميرا ما بتعود الكاميرا همتك بتصير بهمك تمثلي مصبوط وهون نهلة بقلك أنه من وراء هيدا المسلسل نحن صرنا أصدقاء بالحياة كتير من وجهة تحية كانت ضيفة هي وبنتها حبيبت ايه مصبوط تير لذيذة نهلة نهلة عسلمة عينا سوهية حطتني إذا بدك على الخط ريحتي ريحتني وأنا بطبيعة متما قلت قلين ما بحياة تصنعت يعني إذا الناس بتشوف مسيرتي حتى وقتك تقدم أخباري اللي بدك تكون كتير سيريز بحيتي ما كنت مين هاي ما نقرأ اسمها لا 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 ما أنا بقل لهم قوعة تتصنعوا لأن الكاميرا بتفضح بتفضحكم وبدكون تطلعوا بين العالم شو بتقولوا للناس فجأة بيشوفوا غير شخصية هيدا ما بنحكي على الشكل هيدا اللي بدك فعلا تذكره لتتذكرين مضبوط لا فهيدا بيلعب دور بس بالنهاية تمثيل تمثيل مشكلة الأدوار بدك تشبهني ساعة بهيدا الدور أنه أنا كفية كتير من شخصيتي هاي شي ساعدني لقلع بتحب العمل الصحافي كنتي عم تقولك أنت كمان مزيعة أخبار كمان بتحب الموضة والتياب رحتي عكان وتخصصتي بالميك أوفر وفتحت سونتر بدبي يعني اسم الله عليك أنت سيدة أعمال بجادارة شو بتخرب رينا عن هيدا المرحلة خاصة أنه كمان الموضة كانت عندك بالفترة ايه صحيح الموضة كنت تحبه كتير هوني بقول أنه شخصي اللي شجعني روح تعلمه بي كان هو نوال الزغبة حبيبتي بسلم علي كتير إيكان هي بالموضة مية بالمية أصلا نوال ما أنا بحاجة لحدا هي مزوقة وهي بالفترة بتشتغل كنتي ع حالة وتقولي لما طب ما أنت هيك طب ما أنت بتحبه عشان لي روح ليكون عندك شهدي فهيدا شي شجعني شجعتني شجعت نوال نوال فريحنا وأخذت الكورس هونيك ووقت رحنا على دبي نحنا كنا خمس شركة فريحنا هيدا السنتر وصرت يعني كان هو براماديكل إذا بدك مش بس بيوتي وهي الفترة كانت كتير أساسية لأنه ما كان في شيء اسمه ميك أوفر بشر الأوسط كانت شيء جديد كي شيء جديد وتطلعت مع زفان كلمة ميك أوفر قضيت شيء شهرين فسر لهم أوكي بعدين ما بيتقبلوها يمكن أنه ليش بديك تغيري شو أنا ما بعرف شعري مش حلو ما بعرف إلبوسي شو يعني بلازو خاصة السيد اللبنانية أكيد ما حتى بلع لأنه نحنا بالنهاية الناس بترجع لنا لأنه بيعرفونا جمالا السيد اللبنانية مزو أو كتشيبة بتحس حالها أنه هادي شو تعمل شو عم تعمل صاروا يجوا لعندي لأنه عندهم حشرية ويجوا أوقات يعني على السنتر أنه صاري أنا ما بصدق شو بتعملي بجيل عندي كأنه يعني بتبصري ما بصدق إنه بتبصري بجي أعلم شو رحت إليلي فكانت القصة اكتشاف لقلون مع العلم أنه أكبر سيدات العالم المجتمع الأميرات الملكات الملوك الرجال والنساء رجال أعمال السياسيين عندهم image consulting ضروري أنا برأيي ليه ليه لأنه هال image consultant بده يقله يا ساعة فيك تلبس البوشات أو بلا بوشات أو اللون شو بيلبق لك أي يا لون أكيد يمكن واحد بيعجبه لون يمكن ما بيلبق له أو كات تياب أو مليون بالميس وقتها أنت تعرفة شو بيلبق لك أول شي ببتعد تشتري مية شغلة تعليقية بتكبية تاني شي قد ما بصيري تعرفي شو بيلبق لك تلبحي وقت أكيد ما بتقدر بتعمني shopping 20 ألف ساعة فإلى كتير حسناتها ومش الحال وصار في كتير صار في كتير متل متل بكل شي متل بكل شي وفي محلة كل العالم وديني واسعة وديما أنا بحب أنا عندي كتير أصحاب بهيدا المجال نفسه تروا لك قاعدة أنا حبيبتي وهي بتعرف أدي بحبها فأنا بفتح مجال للكل لأنه رزقتيك رح تخديها لو شو مكين ما حدا ما يخد محل حدا لما كان تركيزك كمان أكتر على البرامج لأنه كمان كتير مهم واحد شي يمكن تلبسيه على ظاهرتي يمكن ما فيك تلبسيه على التليه متل عرب أيضا وكانت اهتمامي خاصة بـ نانسي عجرم صح بأول سيزن هلأ نانسي أنا في علاقة أرابي أنا ويها في نانسي بعرفها كالعمرة صارها حا 6 سنين ايه هل قدي يعني أنا وعف نانسي فبنوتتي بعتبرها وكان المجال الأول أنه طلعت بأول عرب أيضا معا وأنا كنت مسؤولة عن اللوك تبع نانسي بس قبل اشتغلت بلوكات المشتركين بسوبرستار يعني بشو بيكون التركيز بهيك برامج على شو بتركزي أكتر؟ لا أكيد هي غير الكنتسي اللي عم بيطلعوه هي أول شي تركيزي على الألوان اللي بتلبق له وشو بتحب الكاميرا ما تنسي انت بتاعفك كتير منيح ويعني كمانا هون شو اللي بيزبط علي أكتر؟ مش ضروري شو هي بتحب؟ أكيد أد ما نحن عنا عين الكاميرا بتشوف أكتر؟ بده تكون ديفرنت لأنه برنامج شبابة أو؟ صح أكيد هلا إذا البرنامج مثلا تعال في أول حلقات بيعملوها ما بتكون لايف مزبوط هون بتكون كول يعني مش هتكون لبس يعني فعشي لأنه عشي يولايف أكيد بدك تفوت بيجو هون بيبينو أديشون ستارز كنا عم نحكي عن نانسي عجرام وبتهتمي كنت هتميت باللوكة وبتهتمي بي كمان بي كنت بغير برامج أهم مهمة عندك بيها البرامج شو هي؟ عملت برنامج روت شو اسمه إي بس بس كي كتير موضوع للك عند الفان طبعي أخد الناس وغيرهم شفتوا هيدا هيدا برنامج الناس عادية ايه الناس عاديين هلأ بالميك اوفر همه إيه إيه إذا بتجي لعند الست تبين ضعيفة أنا بركز على هيدا الشي أول شيء ما حدا مننا سايد زيرو يعني وكل وحدة عندها جمال ما في حدا بشع ما بحب هالكلمة في ناس أقل يمكن في ناس ما بتعرف تضوي على الإشاء الحلوة عندها ما بتعرف تضوي على الإشاء الحلوة شغل تضوي على الإشاء الحلوة شغل تقلها ليه لازم تضغطي هالشي أو تظهر هالشي ثالث شيء الوحدة وقت تبحث حالها ضعيفة نفسيتها ترتاح أكيد فبدي أعلمها تلبس اللي بيضعفها غير أنه إذا بدأت تعمل دايت ما بدأت تعمل دايت هيدا إتس إرليفانت بعدين بتفوت فيها أنه هيدا على المدى الطويل بس تجي لعندي بالتك بدي بيين ضعيفة شو بدي أعمل؟ سو أنا بفتكرة هيدا كتير مهم خاصة بتاعه على التيفي أكيد لأنه التيفي بنصد ففتت يعني من هالشغلة وبعدين أنا صحيحة تعلمت بيكان بس بتعرفي المورفولوجيه طبع المرأة الأوروبية مش متل المرأة الشرقية نحن عندنا ولا لاتينا يعني نحن عندنا كيرفز فكتت حط مثل جولدن رولز للمرأة الشرقية ما مشيت على اللي تعلمت من هيدا الناحية فكل الواحد يتأقلم ويورجي اللي أفضل شي فيه وكل عمر إله جماله وأنا ما علي بلاستيك سورجوري بس بالعقل مش نجن يعني بالمرة هيدا كله كمان كانوا يجوا لعندي مش نشوفه لأنه أنا بتعامل مع بلاستيك سورجنز كانوا يقتنعوا؟ جدا الحمدلله لأنه الحكمة اللي بتعامل معهم كتير مهمة ما بيعملوا؟ ما بيعملوا؟ يعني إذا أنا ستوب ستوب خلاص يعني في يعطيها أدراس حكيم بيقل إيه بس مش عن يدي ولا عن يد الحكمة اللي أنا بتعمل معهم لو محتميتك بإطلالات كتير من الفنانين وباركي كانوا بعد من شهر وهيكي مين بتحس إنه ساهمتي شوي بتغيير الإيمة تشتبعه بهيكي غيرتيه كان باركي ما باركي ما باركي كلاستيك جن شوي أو العكس عرفتي هالفنانين الصغار يطلعوا من سوبرستار أنا هادي أسود بعني لهلأ معه لو من آخر الدنيا هادي بتعمل معه عندك ساعد لمجرد تعرفي أنه ساعد بلش معنا آه ما باركي سوبرستار عندك أيمن لسيجي اللي عملت له شعرات وبيض وقتها مثل أمينم كوني أكيدة أنه أنا تركت بصمة عليهم كلهم أنا ما شهرت حداً هن شاهروا حالهم بحالهم بس أكيد الشكل بيلعب دور وهلأ أنا بعدني باتصال معهم ما بدي سمي ناس إيه ناس لا لأنه كلهم بعدني معهم وكلنا كلهم على اتصال معهم وبياخدوا يعني كيف دالك بيسألوا رأيي بكتير قصص أنا بفتكر هادي اللي بحبه شأنه أنا كون بس إمج كونسولت أنه علاقة عم تتطور على ما يعني السئة هادي في سئة كبيرة وأنا بالنسبة إلي هيدا هيدا الربحة لما أنا بدأ أشكرك كتير كان لقاء عن جد هيك ممتع معك وهالإيجابية اللي فيك والروح الحلوة مرسي كنت أتمنى لك كل التوفيق وقالك إليك أنت أكيد يا قلين وهيك برامجي اللي بتخليت الناس تبين من إني أنا كتير بحبهم لأنه ما بتكون هيك معلبة معلبة تانك ألف حال مرسي فادي حداد أهلا وسهلا فيك معنا اليوم شكرا يعني اسمك ارتبط بأهم فنانين من العالم العربي واللبنانيين عملت لهم بتصور من أحلى كليبات اللي عملت لهم إياها أنا عبالة أسأل وأكيد لكل بيسأل إنه كيف قدرت تاخد سئة هالفنانين شغل وليش قرروا يشتغلوا معك شغل إذا يعني إذا طلعيهم سوء بصورة غلط ما بتاوادي تشوفي صورتهم بحياتي كلها سوى يعني هني كمان كريتكل أكيد عرفت فا بدي يكون شغل صح صح يقدم لهم شي جديد مسارتهم الفنية يجب لهم حفلات يجب لهم إعلانات يجب لهم شغل يعني كمان بيستخدموني يطلعوا مصاري يعني مش وين وين سيتيواشن وين وين سيتيواشن بعدين أنت عم تتواجه إلى ملايين ديك تحترمي تفاصيل ديك تحترمي لك الفنان كلمان هيك بضاينوا معي أنا نيقة شوى بالموضوع وبروفيشنل وورك أحلى صورة بيستخدم أحسن معدات بالعالم يعني أنا أصلا هارد ووركر يعني مبنم و تهتم بأداء التفاصيل كتير مش شوى كل هيدا الدومين أصلا ديك إذا ما كنت هيك تبعدي يعني بتبطلي بطلي يجيك شغل عرفته يعني لازم يكون شغل بروفيشنل كتير بتكملي تنجع شوى لبداياتك تخبرني شو تتذكر من هالبدايات تتذكر شيء أول كليب عملته؟ بتذكر أكيد تذكر وكان لازين العمر ونجوة كرم يعني يعني أنا بهذا الدومين صار لي كتير وقت يعني دراجة إذا بدي من 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 لحتى وصلت فكانوا كلهم بيعرفوني وعطيوني تشانس وأنا حسيت أنه لازم أنقل فنقلت وكان بداية مع أعزان العمر فنان أكيد مع حفظ الألقاب نجوة كرم من الحمزان وانطلقت للوطن العربي يعني في فرق بين الانتاجة اللي كان يكون قبل وهلأ؟ كان الجولدن إيج قبل يعني ملايين الدولارات تنكب وتنصرف الحفلات المهرجانات كل شيء كان الجولدن إيج سمينا كان لبنان طاير ونحنا مش لها هلأ هلأ شوية رجعنا لبرا كنا نحنا نبض الوطن العربي بكل سوق الإعلانات والكليبات كنا الليدرشب كان فيه مقاومات كتير من فنانين من شعر ميك أب تياب زوء عرفتشو قصدي كان كل الباكيج كتير كبير ولي ما بيطلع من لبنان ما كانت تنجح عماله كتير صراحة عملك فكان لبنان بالعصر الذهبة قبل ما يستلموا هلأ ويحولوا العصر الحجرة فكان ما فيك ما في فنان ما إيج أصوري بلبنان وإيج أعمل إعلانات بلبنان كان جولدن إيج وهلأ عملك عم نرجع كتير لورا مع أنه صار ما رح نحكي عن الحالة يعني بس مع أنه أنا بديك تحكي عن الحالة إيه بس قصدي أنا عم بحكي أنه أنت عم تقول كان جولدن إيج بالبرودكشن مع أنه أنا بدي أسألك أنه هلأ اتطوروا المعدات اتطور التقنية اتطوروا اتطوروا المعدات بس المسؤولين رجعوا مئة سنة لورا يعني مسؤولين ما اتطوروا هشة للعالم يعني هلأ إذا بجيب إلا حيالا حدا إقامة بفل أو فهو بعدين ما فيك الفنانيين أو حتى كل بيشتغل بالدمان تبعنا نحنا متعب ما فيك تيجي تحصري هالقد وتقطع عنه الكهرباء وتحمليه مشاكل بلد هالقد وما في أمن وما في شيء فرجعوا عني المسؤولين والقيمين عيدة البلد رجعونا مئة وخمسين سنة لورا فقط مئة وخمسين؟ أنا برأيي الشخصة أكتر يعني صار بيشبههم البلد لقلهم أكتر ما بيشبه جيل الشباب جديد وجيل الناجج والفنانين والمثقفين نحنا مشهورين نعلم أولادنا أحسن علم ونحطهم بأحلى مدارس فشوي قضيوا على طبقة مننا يعني تسعين بالمئة من البلد هؤل المسؤولين أنا برأيي شخصي شياطين لازم يتحاسبوا اللي عملوا بالشعب اللبناني سو عب يعني غلط نحكي فنيا على قد قدام المعاناة اللي عم تسير مع الشعب اللبناني عرفت بس هلا الشعب اللبناني عنده استحقاء قريب لازم يشوف شو لازم يعمل ألا إذا بديك تفوتي سياسي لا مش هفوت سياسي بس أنه يعني كمير الحق عليهم والحق علينا يعني نحنا كمير لازم نجرب نغير لو خسروا حيسروا السنديق نحنا هنغير وكل الشعب المغتربين وكل شي عرفت بس هول طبقة يعني شوي فاسدي أكتر من ما أوسخ من ما نحنا منشوفهم تبتننتقل شوي للفن لأنه ما بدنا هيك شوي نعت شوي تأمل قدي صعب أنك تتعاون مع فنانين من الصف الأول منا صعبة بروفاشنال يعني ما هو بخاف على قمتش تبعه يعني إذا هو بينزله صورة على انستغرام غلط بيكسر الدنيا بدو يشيل عرفت كيف على ميوزيك فيديو أو إعلان خمس دقايه إذا تكوني بروفاشنال معهم الفكرة الصح بصير في كذا اجتماع قبل كيف اللوك كيف كيف المظهر كيف يطلع كيف يوصل لجمهوره وجمهور تبعه بيقرر بالنتيجة الجمهور هو اللي عم بيخليه يتوجه يصور مع حدا مرة تانية أو ما يصور مع حدا مرة تانية عم يشوف نسبة حفلاته قدية عم يجي يشغل من وراها بيكمل معي سو كل شي صار بروفاشنال أكتر بالتعاون عرفتين؟ يعني تقدمي ستوري بورت تدرسيها لك شعر ميك أب كل شيء ما في حدا مثلا بتقله بفضل يكون شعرك هيك تلبسي هيك بيقول لك لأ أنا عبالة أعمل هيك لا أنا بجرب يعني منجرب قبل لأنه نهار التصوير بيكلف كتير ما فيك توصل وتجربة عسات بيروح النهار سو أنا بفضل نعمل تستات قبل من ميك أب وشعر وتياب وبنصورهم ومن قارين ومنقرر هيدا الطريقة طبعي أنا بحب هيك يعني بشوف كل شيء قدامي فادي مين بتقول من الفنانين يلي هو ساهم بشهرة فادي خلى هيك العالم تطلع تقول لا والله هيدا الكليب حلو وبيعمل الكليبات حلوة أنا صار لي زمان بالدمان يعني ما بدي أنا تعب لا نحن نرجع لورا تعب كان كتير كبير مبين على الشاشة الجمهور قدر هذا أكيد عرفت يعني مع كلهم صراحة لأنه حيالة عمل أقوات اشتغلت مع فنانية جداد وبين أكتر واشتغلت معهم أنا كمان ساهمت بشهرتهم يعني في كليبات كسر الدنيا ما بدنا نذكر أسامك كانوا هني أول عمل بيعملوا النجوم أنا قللي فضل عليهم هني قللهم فضل عليهم وبشكرهم كمان حطوا ساقتهم في يعني لا أكيد لو ما بتطلع النتيجة كتير حلوة مرح يرجعوا يعدوها معك مزبور فادي أنت كتير تعوانت مع سلطان الترب جوجو الصوف نجوة كرم أكتر كمان خبرني عنه الوراق الكواليس كيف بيكونوا أنا بعرف نجوة كرم كتير مهضومة نجوة كرم كل 3-4 عرشيفة عندي أنا اللي شغله نجوة كرم في سقة كتير كبيرة بيني وبينها في ترسط هيك قويا نطلع بعضنا من منخلص البروجيت بسرعة وصح وبتحبوا فيه كامستر الله يوفقها بكل عماله الوصوف حالي إبداعية ما فينا نقول شي حالي كتير كبيرة ونادر بالشارة الأوساط وفنان كتير كبير عزيزة عقلبي بالتصوير الناس بتقول متعب أنا معي يعني ما انو متعب قبلا بالعكس منتفاهم فادي النجمي نوال الظهبة تعونت معها بكليب عقلي وقف صورنا الالبوم كله كله بس بدي اسأل عن هيدا الكليب حلو كتير هي فول أوف ألرجي والعالم تنطل لتوف اللوك تباعة وبتدلة بتحسها هيك فول أوف لايف شوف هي سيمبل يعني آيكون الموضة والفاشن والميك أف والشعر هي فول أوف لايف يعني بشوفوها على انستجرام أو بفيسبوك أو حيالها هي فول أوف لايف وأنا بترجم هذا الشي كمان على الشاشة أنا ما بحب لبس حدا غير توبوا يعني فتوبة هيك وبتحب الناس هيك آيكون بينتروها شو لابسة كيف عملت شعرها كيف عملت ميك أفها صورنا الالبوم كله كتير حلو هلأ في غنية كمان بح نرجع نصورها بس ترجع من مصر ستنا والزغبة أكيد تاريخ بالفن وفول أوف انرجي يعني وصفتيها مظبوط وجبارة على التصوير يعني بتشتغل من قلبها لو قعدنا عشر ساعة عشر ساعة منصور بدلة وقفة عايزة برافو عليها إذا بدك تطلب مننا شي ما بقتنا عمله وقت التصوير شو بتطلب مننا؟ هي متل ما هي صح يعني متل ما بتشتغل صح ما في شي بس عالمونتاج ما تنق إنه بدا بسرعة ستليم عم بيخد أنا وقت شوية أكتر بس عالتصوير اوكي اه عالمونتاج طولة بالك لتطلع نتيجة كتير حلوة طبعا كان إلك كمان أعمية سينمائية مننا مهارات وكمان غيرها كتير ومهرجة هل ممكن نشوفك بس بالسينما؟ يمكن يعني حسب وين مجي خدنا يعني وين مروح للشغل السينمائيا سينمائيا هلا على كورونا واللوكداون صار مطلوب كتير مسلسلات يعني وأفلام سينما وممكن توصل العالمية فيهم عرفته فكتير عم روح على هيدا الشي بس عملك ما بدي أخسر زبوناتي كمان بحب الموسيقى كتير أنا وبحب الميزيك فيديوز كتير بس عملك عميل صرت كتيرا لأنه غير دفرنت غير إخراج غير إخراج غير كل شي أنا بحب الموسيقى بطبعا هلأ مهارات نجح معي كتير ورح تشوفوها على كل المنصات إن شاء الله قريبا شاء الله كتير حلو الفين عملك حابب روح يعني كتير على الموفيز وعم نحكي هلأ بسيريز ثمان حلقات وبفيلم سينما إن شاء الله قريبا الميني سيريز كتير عم ينحبوا لأنه بيخلصوا بسرعة وواحد بيحضرون الناس جبلت الناس إنه أول شي صرت عن ديماند يعني أنت تعدى حيالها منصة بتحضر ثمان حلقات بتخلصي بتخلصي ما إنه كل تكي ترى لك دعاية وبدو تنترى وعرفتي إنه خلاص صار يوسكيب يوسكيب البدك يا بتوقفيهم تحضري بكرة مش التلفزيون عم يتحكم فيك وبكرة بيقطش مطرح ما بدو تيزر عرفتي والتمان حلقات حبون قصة هيك عم تخلص معهم أكتر بيحضروا سيريز تاني من مسرين تانيين سو هيدا في كتير منصات جديدة عم تفتح أكيد رح يكون الطلب كتير 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 كبير فادي قلت بإحدى المؤابلات كل حدا بيعمل عمل فني بهيك زروف تعييسة لازم يتكرم أكيد لازم يتكرم أنه نحنا كيف عم تتخطى هالمرحلة السابقة ما عم برجعك راجعك على السابقة مش أنا كيف هالشباب عم كيف كلها العالم اندستري طبعا ما بتشوفيهم يقسنين يعني ما بدي يقس الناس بس أنه نحنا شعب جبار كتير كبير أنه كورونا ولكداون ومشاكل ومشاكل وسياسيا وما في حكومة يعني فيه مشاكل كتير كبيرة أنا أتحدى أي إنسان بالعالم يتحمله غير نحنا لأنه عنا باكراون 30 سنة حرب خبطين فينا فعم نقدر نتحمل نحنا ما مفروض نكون عايشين مزبوط صراحة عملك يا فما بعرف كيف عايش العالم فأكيد عمل جبار إذا هالشباب تليفزيون بعد وقفة على إجريب هيك كل شي هذا عمل جبار نحنا كيف عم ننزل على الأرض ونشتغل عمل جبار إنه كتير نحنا معزبين إن شاء الله هيك بكون محنة ومنقطع ومنتخطيها مثل ما تخطينا كل شي بتفكر بالهجرة؟ ألا بدأ أشكر حكومة الإمارات عطيتنا الإقامة الذهبية من يومين ورجعنا منيح بعد في حد عم بيقدر الشعب اللبناني؟ بيقدروا الفن أكيد بيقدروا الفن بيقدروا الفنانين عملك نحنا عايشين ببقرة اللي حاكميننا ما بيسوا يعني فاسدين لدرجة كتير كبيرة بس بعد الناس تقدر الفن بتقدر اللبنانية بتقدر المثقفين بتقدر حتى رح تخذهم كمان فبالهجرة هلا إذا انفقد الأمن الاجتماعي أنا آخر واحد كلهم فلوا يعني بعدني أنا آخر واحد هون وشركتي هون استوديواتي هون ما بدي أترك شباب مناسي بس أنا بنتور بس المدارس صراحة كلنا هيك المدارس كرمال الولاد لأنه أنا بعد أنه مدارس لبنانية من أقوى مدارس الوطن العربي كلهم وشفنا هيدا الشيء أنه جيل اللي طلع كتير قوي بمدارس لبنان وشوفي عالمياً شو أخده مناصب فأنا إذا باقي باقي كرمال المدارس وبحب البلد بس إذا نفقد الأمن الاجتماعي أكيد بننفل يعني لا إن شاء الله لا ما بدي نحمل برودة لا أكيد لا ما بنا نرجع لهاديك الأيام صح فعضي شوم شريعك المستقبلية آآ يعني عملك في كتير بس لأسف هم توجه لغير هون شوي أمضلني وقف حد البلد كرمال الشباب والناس بس في عملك فيلم سينما وفي سيريز ورح تشوفي أعمال كتير حلوة إذن الله قريباً إن شاء الله يا رب أنا بدي أشكرك فادي بدي أتمنى لك كل توفي على أمل أنه الأوضاع اللي عم نقطع فيها أنه تتحسن حتى يدل في فن بلبنان ودل في إنتاج ودل في مخرجين كمان بلبنان إن شاء الله مرسي لأيدي شكراً لك موسيقى 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 اشتركوا في القناة